انطلقت اليوم بدار الصحافة في جاد نشاطات مشروع جميعا من أجل خلق مجتمعنا المشروع تقوم به جمعية التفاكر والتوجيه والإشارة الاقتصادي والاجتماعي وبدع من سويس الإشراق رحمة عبد الله والمديد من التفاصيل أملا في تحسين المجالات الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد جاءت الانطلاق الرسمية للمشروع خلق مجتمعا متضامنا لأجل التنمية وفي الكلمة الافتتاحية تحدث رئيس المشروع بايان جاريت عن الأنشطة التي ترمي إلى إحداث توقعات الناتجة عن دور الشباب والمرأة حول الخطوات المحلية للحوار السياسي مؤكدا بأن هذا اليوم التفاكري يعد فرصة في بلورة هذه النشاطات وذلك من أجل متابعة مختلف التوجهات التي انبسقت عنها فكرة إعداد بيزانية للسياسات العامة للمجتمع مشيرا إلى أن تنظيم المجتمع المدني جاء اختياره بشكل نزيف في كل المؤسسات منسقة المشروع ميمونة باه أوضحت بأن هذا اليوم التفاكري من أجل عرض أنشطة التي تدعم مكافحة الفقر في أواصل المجتمع الشادي مما سعد المنظمة على حصولها لبيانات وأنسب في الإحصاء العام للسكان في شات أطلقت المنظمة الشبابية للتنمية والإصلاع شطتها رسميا كان ذلك بحضور نائب رئيس جامعة الجميلة الدكتورة طيب إدريس حلونا وخليل حثم صالح بتصريح من ودارة الاقتصاد والتخطيط التنموي انطلقت أنشطة المنظمة الشبابية للتنمية والإصلاح وقد صحب هذه الانطلاقة إقامة دورة تدريبية تحت عنوان ربط التخصص الدراسي بسوق العمل وحوجة المجتمع الدورة كانت لصالح عذاد من حملة شهادة سنوية هذا العام وذلك من أجل تمهيد الطريق وفتح الفرص أمامهم لاختيار المسار الصحيح في مشوارهم التعليمي رئيس المنظمة موسى أبو بكر بطحة عدد الأهداف المرسومة للمنظمة الهدف الأول التربية والتوجيه والقصد من ذلك هو الاهتمام بالتعليم الابتدائي والإعدادي إضافة إلى الدورات التدريبية للقلاب والشباب كما هو الحال الذي نحن لصدده هذا وثاني الصحة العامة ونتناول في هذا المجال مكافحة الأوبئة المنتشرة وهذا نتيجة لسوء الأوضاع الصحية إضافة إلى تدريب القابلات وخاصة في القرى النائية الزراعة لدينا رغبة في زراعة المحاصيل التي سريعة الإنتاج مع التغيرات المناخية الثقاف والتراث الوضني نائب رئيس جامعة أنجمينة الدكتور الطيب إدريس حلولو في كلمته بهذه المناسبة وصف أعمال الجمعية بالمشاركة الإيجابية في توعية وتوجيه الطلبة الشاديين في سبيل شق طريقهم نحو المستقبل بكل ثبات وإرادة إن تربية الشباب في هذا العصر وتوجيه التوجيه السليم ليس بالأمر الهيئ ولا باليسير وإنما يحتاج إلى جهود كبيرة تشترك فيها المؤسسات الجامعية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والأثاتزة والمفكرون والدولة والمؤسسات الدينية وكل الغيرين على مصلحة الوطن والمواطنين كما حث المشاركين في الدورة على الصبر والمثابرة وتحمل المسؤولية للمساحمة في تطوير البلاد وقال أن كل أمة فقدت الأمل في شبابها فقدت بالمقابل كل مقاومات التنمية والتطور اشتركوا في القناة